السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم مع نخوتي في هذا الفيديو الجديد وهذا الفيديو دائما نتحدث عن المنتخب الوطني المغربي والكلمة ما نتحدث عن ساعة مقابلة في هذا الفيديو ولكن نتحدث عن أقوى تشكيل المنتخب الوطني ممكن يدخل بها في أي مقابلة كما كانت تشكيلها فقط من لاعبين محترفين لاعبين مزيدين في خارج أرض الوطن بطبيعة الحال لعبين كبار نجوم صراحة اللي أغلبين تصرفون صراحة أغلبين ديالهم في المنديال كانوا بعد وكان ضمن لاعب واحد اللي ما كانش معنا في المنديال فالتشكيل اللي نشوف الآن هي اللي تقدر تشرفنا في أي اجتظاهرة كما كانت كما وصلنا النهائي المنديال دي قطر قادرين نفوزوا بكأس إفريقية للأمم هذا هو الطموح الحالي الآن يبدو بحارس المرمى أولا هذا اللي هو مونير المحمدي 33 سنة حارس الآن البطولة السعودية وتكون إسبانيا صراحة وكان ضلعا بفارق الفرق إسبانية في إسبانيا الآن لكي فارق البطولة السعودية الخارج وصل الآن سنة الثالثة والثلاثين ولكن ما زال حالي تراقم جوش المنتخب الوطني بعد يسيبو دوشتا في مونيال قطري لعب مقابلة واحدة وهي مقابلة برجيكا وقدرنا نتصره بجوش الإصابات في هذه المقابلة هناك الكابيطال وغانب سعي 32 سنة لعب بطولة تركيا قبل موليد فرنسا تكوين فرنسي بطبيعة الحل لعب كبير صراحة أعطى الشيء الكثير للمنتخب الوطني المغربي وباقي وباقي يعطي الشيء الكثير طبيعة الحل للمنتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة غالب سعيس من نجوم دي المنتخب الوطني المغربي بدون أي شك هناك اللاعب اللي مكانش معنا في الموضوع هو السابي مايا عنده 26 سنة لاعب البطولة الماجرية دم موليد برجيكا كانت تكوين برجيكي والأخ ديالو لاعب كيبقى لاعب لا بأسا لأنه يلاعب جميع الجهة ديال الدفاع جميع جميع الجهة ديال الدفاع يلاعب فيهم وخاصة الآن في أحد البطولة اللي ماجر لا يوجد بطولة اللي قوية البطولة الماجرية خاصة أنه السابي السادسة والعشرين الآن سيبدو الأجواء اللي بغي يبقى في المنتخب الوطني المغربي هناك أشرف حاكمي تكوين إسباني خجرج ريال مادريد بطبيعة الحال 24 عام الآن كمارس باريشن جمال الفارس من أفضل أظهر اللي كان في العالم حاليا لاعب كبير صراحة أشرف حاكمي اللي قلنا عليه قليل لأنه كتب لاعب كبير صراحة أشرف حاكمي لاعب اللي لعب في الريال مادريد بروسيا دولت مونت انتر ميلانو والآن كمارس باريشن جرمان لاعب بدون أي نقطة تشك أنه لاعب كبير لاعب آخر اللي والنصر المزراوي اللي عنده تكوين هولندي لاعب الآن في باير مينيخ الألماني لاعب اللي بعض الأحيان كتدل رسمية بعد الأحيان كتدل رسمية ولكن يبقى لاعب نصر المزراوي من اللاعب الكبار من المنتخب الوطني الليباني على مساوى كبير صراحة في موضوع القطر اللي فات لاعب كبير صراحة و هولندا أصلا قطعنا لاعب كبار صراحة تكوين هولندا في المنتخب الوطني المغربي لاعب كبار صراحة ونبقوا دائما في مدرسة الهولندية ونشوفوا السوفيان أمر أطلع في فيرونتينا الإيطالي كذلك تكوين هولندي لاعب كبير 26 سنة و لاعب صراحة لأخر موسم يكون عنده في موضوع و هولندا 8 ابريل الآن موسم سادي بطبيعة الحال و ممكن نشوفوا يمشين أحد الفارق الأوروبية الأخرى أنه في موضوع لأنه وصل السن السادسة والعشرين الآن هذا هو الوقت لن يغادر فارق في موضوع الساديم أم الله و لاحب تكوين برجيقي طبعا الآن يغادر فارق بلد والد الآن أمر في ظروف صعبة برجيقة لن يغادر فارق بلد والد إسباني لاعب التحق بسطولاتي جاوان لياميق ظوهري الآن الساديم أم الله لدينا أربعات اللاعبة في بلد الوارد لأحد فارق الأسبوع الموضوع فارق الأسبوع الموضوع هذا فارق صراحة لا يوجد فارق في موضوع و هناك كبير بلد الخنس تكوين برجيقي بلد الخنس 18 سنة في بطولة البرجيقية و نظن أنه قريب 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 بلد الخنس بلد الخنس بلد الخنس من المواهب الكبيرة عن المنتخب الوطني المغريبي و أخصي العب فرق كبيرة حتى بلد 18 سنة في أوروبا يدعوا على الشاب بلد و بعد المدرسة البرجيقية نرجع للمدرسة الهولندي لقد أعطتنا حاكم زياش المواهب الكبيرة 30 عاما لعب كبير كبير صراحة في تيلسي كم منبوحة الظروف الصعبة صعبة جدا و اليوم السبت نرى أول مقابلة للمدرسة البرجيقية و لا يكون جياش أساسي مستبعدة و لكن لا يكون على مقاعد الأحتيات الصعبة نرى للمدرسة البرجيقية و لا يستطيع أن يتحدى إدارة تيلسي و يدخل حاكم جياش في ورقة المقابلة هناك سوفيان بوفال لاعب الرايان القطري حاليا تكون فرنسي سوفيان بوفال في قطر لاعب الكثير من المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة سوفيان بوفال أمام المنتخب البرازيلي في مدينة الطنجة المغربية التي يفوزنا على البرازيلي بحصة جوجة الهدف لهدف الأول كان بوفال و عادر اللاعب كاسيميرا والهدف الثاني جاء به عبد الحامد الصابر للعب الصامدوري الإيطالي هناك سوفيان الرأس الحربة و والدة شديدة تكون إيطالي و كلعب باري الإيطالي في القسم الثاني الإيطالي لا يوجد على مستوى كبير صراحة في المدير القطري لا يوجد إن شاء الله أحد المؤهلات الكبيرة و خاصة نحنا الآن كيف تشعر البديل هذه اللاعب يوسف النصيري بطبيعة الحال أن يوسف النصيري بعد أحيان كي عياب يمكن أن يكون المستوى صعب جدا بجبر أن جربنا شديرها جربنا الحمد لله بقي مع التوشق المفعول يمكن أن يجرب لها من الآخرين في يونيو كمحمد البولديني كإلياس حسني كأيوب الكعبي ممكن يوسف العربي كند الحتيمة القليل هذو لاعبين إيقامان كثير من العناصر كثير من العناصر كثير من العناصر يمكن أن نرى كثير من المنتخب كثير من السوداني طريق سوداني لعب بطول برجقي كثير من اللاعب المحتمل لأنه يكونوا في المنتخب الوطني وليد شديرها كثير من المنتظر خاصة أنه بقي جديد كثير من المنتخب كثير من وليد شديرها وليد شديرها كثير من المنتخب الوطني هذا اكتشاف طبيعا وليد الريقراقي هو اللاعب بلا الخنوس بعد الأسماء التي تكون راصخة عند وليد الريقراقي وليد خنوس شديرها صراحة وهذا اللاعبين الشباب في لائحة مرس اللاعبين السادية للشباب لما تشركت واحد منه ملعبوا لدقيقة واحدة ولكن الآن يعطيهم ثيقة يعطيهم بسفر الحواج لكي يكونوا من المنتخب الوطني ويلاعبوا متغيق في السعداد الكبير لللاعب اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدين لك ان ت sangat من القناة و اشتركوا في القناة لك